ازايكم اعملين ايه? اهلا بكم في قناتكم. قنات هلبي ميت وين ومع فيديو جديد. وطلبكم انا شرحت قبل كده قلت فيه منصة جديدة مش محدش تكلم عنها. وهي منصة الجوميا واقع. اه طبعا منصة مهمة جدا تسقيقتها بتكون اسهل بكثير جدا من السبوت جكس. ولكن طبعا بتاخد وقت زمني اقال. اي نعم التاسك هو نفس التاسك بتاعة سنت. ولكن تنفيذه بيكون اقال. لان ما بيطلبش الضغط على الادرس. اه ده الحاجة الجديدة هنا. يضبك انت تفتح العشرة صفحات. وخلاص على كده. ما فيش ادرس بتضغط عليه. التاسكات او نوعية التاسكات موجودة حاليا على موقع الجوميا وقع. وبالتالي بتاخد وقت زمني بيكون اقل. طيب تعالوا مع بعض نقيم المنصة ونشوف اول حاجة هنقيمها. وهي الاحالات والتاسكات تابعونا. ولكن بعد الفاصل. انا سان بكم من جديد وعوضة بعد الفاصل. اه طبعا لا هنقيم اول حاجة الاحالات اللي كلامنا عنها في الحلقة اللي فاتت. اه طبعا كلامنا على الاحالة الوحدة. انت كل ما تجيب واحد بيسجل بتاخد اتنين دولار. اه طبعا زي نحن انا عملنا حوالي عشرين احالة من اللينك اه طبعا اللي انا سبته في القناة. اه طبعا وانا سجلت من خلاله. طبعا اه في اتنين اه تسجيل خاطر اه تمام. ما فعلش حسابهم وبالتالي تم استبعادهم. وطبعا الباقي كان تمنتاشر في الاتنين دولار يعني ستة وتلاتين دولار. يبقى انا اللي في الاحالات ستة وتلاتين دولار. ولكن ماخدناش منهم ولا سنت. ليه? لان المiganول هنا زيو. لان الناس ما اشتغلتش لسه على هذه منصة. ايه نعم الناس بتكون سجلت. ولكن ما حدش لسه اشتغل على هذه منصة. وبالتالي الاحالات ما ينفعش اجيب احالات كده وخلاص. لازم الناس اللي تشتغل. علشان تقدر تجيب احالات وتكسب الاتنين دولار. لما الواحد ان لازم الواحد يكون على هذه المنصة. آآ تمام يعني يبي اعمل تذكيرات كتير جدا على هذه المنصة علشان يديك الاتنين دولار وكان لازم هو يقول ان انا هزي الجزئية يضيفها لي في هنا يعني انا طبعا هنا في الانفايت لازم يقول ان هو يكون لازم يقول لي ان كل واحد يعمل ستة دولار عشان تاخد الاتنين دولار مسلا على سبيل المسال او كل واحد هيعمل سبعة دولار عشان يديك الاتنين دولار خلي بالك من الحاجات دي هو سايبها مبهمة وما فيش حد خد باله خالص. وبالتالي الناس اللي بتعتمد على الاحالات. ما نصحكش اه بهذه المنصة في الاعتماد على الاحالات. ده بالنسبة لقنوات اليوتيوب. لانه مش هديك حاجة لانك لازم عايز الناس اكتف بيكونوا شغالين. ده الحاجة الاولى في هذه المنصة. ده التقييم الاولي. لو تجهنا الى الماركو او ماركو جوب. اه تمام امامة بسيطة. طبعا قلنا المهمات الخاصة بالسيو كترة جدا جدا جدا. يعني ازا شايفين مهمات خاصة بالسيو بتلاتة سنت. وما فيش فيها ضغط على الادرس اللي هي الاعلانات. وده اللي موقع حاليا بيسعى. انه هو يقلل هذي الجزئية او يقلل الجزئية الخاصة بالادرس. ويخليها تصفح صفحات فقط بنفس يعني القيمة المالية اللي هي تلاتة سنت للمهمات. اه طبعا اه ده اتجاه لازبو اوت جيكس ان المهام وتبقى مثل هذي المهام. ما فيش فيها ادرس خالص. وبالتالي بتكون في توافق مع السيو. اه طبعا مهام هنا بتكون سهلة احنا عملنا لو بصرنا ليه اه هنا انا عملنا اه واحد وستين مهمة. عحققنا منهم اتنين تسعة وخمسين. طيب الفلوس الموجودة في تسعة وخمسين. اه طبعا بتقعد اسبوع او سبعة ايام عشان الاتنين دولار اللي انا كسبتهم والتمانية سنت دول يتحولوا الى خانة اللي هي الخاصة بالانت. وحاليا انا مش قادر اعمل تسكات. مش قادر اعمل تسكات. لان التقريب بتاعي بيكون منخافض جدا. لان انا عملت اه طبعا مواحد وستين نجحت في اتنين وتسعة وخمسين وبالتالي التقييم او مستوى بتاعت اه بالمستوى الخاص بيا في هذه المنصة. وهي مستوى تنفيذ المهام وتحقيقها. اه اه ضعيف جدا. وبالتالي مش هيسمح لي الموقع حاليا. انا مستمح لي اللي انا اعمل تسكات بتكون جديدة. الا لما يتم تقييم على الاقل لخمسين من التسكات الموجودة. او اللي انا عملتها. وبالتالي انا مستني اسبوع خاص بالتقييم. علشان اقدر اشتغل على هذه المنصة. اه طبعا انا عاية اتنين دولار وتمانية سنت. وحقق تسبع سنت منهم. يعني لو اه بعد اسبوع ان شاء الله يكونوا اتنين دولار وخمسة عشر سنت. ولازم اصل الى حد الساحب عشان اسحب من هذه المنصة. اه طبعا يعني حوالي ستة ايام من بعد هذه الحلقة. والفوصة توصل لي. وبعد كده الاربعة دولار. اه اللي منبقرين على الساحب. لان حد الساحب ستة دولار من هذه المنصة. اه على البئير. والبعض دولار ممكن نعملهم في يوم او في يومين اقصى ان شاء الله. وهستنى اسبوع بعدها عما بفوصة تحول الى يبقى معي ستة دولار. وبعد كده اه اسبوع نستنى كمان عما يتم طبعا تحويل الفلوس الى البئير. اه طبقا لسياسة هذه المنصة. ونشوف اثبات الساحب ان مش موجودة على النت اي اثبات ساحب. وفي اثباتات ساحب موجودة على النت وكنها فيك. مش اصلية اه لقنوات ببعض قنوات اليوتيوب الاجنبية. مش حقيقية. وبالتالي انا لازم نمسك بادينا اه تمام اثبات ساحب قوي من هذه المنصة. اه بحيس ان كلكم تشتغلوا عليها ويقع عندكم ثقة. الموضوع زي ما رأيتم شايفين. الموضوع مش مفتوح قوي. لان معدل التقييم الخاص بيا يعني اه منخفض جدا جدا جدا. ولو جيت للمي اكاونت وهي انا لسه في اللي هو اللي هو طبعا للاميل. او لما يجي لي مستوى اتنين هيتلو منك تفعيل للتليفون بتاعك. ومستوى الثالث عشان يجي لك مهام بتكون اعلى. لازم تفعيل البطاقة الشخصية بتاعتك في المستوى الثالث. ولكن انا لسه حاليا في المستوى الاولاني. تمام? ده آآ بالنسبة للاكاونت بتاعي. ولو جينا تاني لماي اكاونت وآآ ضغطنا على الماي آآ بروفايل. هيجي لك التسكات اللي انا عملتها والحاجات ده كلها. آآ دوقتي هقال لك آآ بصوا هنا على اللي هو معدل النجاح. هنا كانت مش هقدر اعمل تسكات. لان معدل نجاحي تلاتة في المية فقط. تمام? آآ وبالتالي مدام معدل نجاحي تلاتة في المية مش هقدر اعمل اي حاجة. لان لازم التسكات الموجودة في تتقابل الاول. لازم التسكات الموجودة في تتقابل. وبالتالي استنوا علي من اسبوعين الى تلاتة ان شاء الله لحد ما يجب لكم اثبات صاحب خاصة بهذه المنصة. لان ما تكون صادقة مية في المية. يا اما لأ ما حدش اشتغل عليها. وانا طبعا اتكفل بالعمل عليها بس يفتح لي بس الجزئية الخاصة بالبندنج ويحوى لي الفلوس ويقبل التسكات. آآ ساعتها في خلال يومين هنصل الى ستة دولار ان شاء الله. آآ طبعا اتمنى اكون وضحت في فيديو جاي ان شاء الله. ولكن هيكون بازبات صاحب ان شاء الله. او بوصيكة فشل لهذه المنصة. آآ بالتوفيق طبعا للجميع. والسلام عليكم. احترابا كهتم مع السلامة. اشتركوا في القناة